استنكر المتحدث باسم تحالف دعم شرعية في اليمن العميد ركن أحمد عسيري ما جاء في تقرير الأمم المتحدة والذي أدرج التحالف في اللائحة سوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب واعتبر عسيري في تصريحات إعلامية التقرير متناقضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تجرم الإنقلاب والانقلابيين وتعترف بشرعية الحكومة اليمنية مؤكدا أن أهم أهداف التحالف تكمن في حماية الشعب اليمني بمن فيهم الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216 وعبر عسيري عن أسفه لمساواة التقرير الأممي بين شرعية الحكومة والميليشيات الإنقلابية التي كانت سببا رئيسيا فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى وأضاف أن الأمم المتحدة تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية ما يضلل الرأي العام اليمني والدولي في وقت يجب أن تدعم فيه شرعية الحكومة اليمنية وأن تتعامل معها لتستقي المعلومات منها وأكد عسيري على إيجابية تعامل التحالف مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين وعلى رأسهم الأطفال وعبر عن أسفه لعدم توظيف التقرير الأممي للأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية التي تبرز استقلال الميليشيات الحوثية للأطفال في ساحات القتال وبين عسيري أنهم كانوا في انتظار تثمين جهود التحالف الحفاظ على الشرعية اليمنية وإيصال جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفقا للقرار الأممي مضيفا أن التحالف يتمنى من الأمم المتحدة أن تركز على رعاية البرامج المؤولة من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الغاثية والإنسانية وتطويرها الإيجابي لتحقق أهدافها وأهمها حماية المدنيين وإيصال المواد الإغاثية والطبية لهم وجدد عسيري مطالبته للأمم المتحدة بتكثيف تواصلها مع الحكومة اليمنية ومع قيادة التحالف لإنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت بدلا من إستار هذه التقارير السلبية وبيّن عسيري أن صدور التقرير الأممي بتزامن مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت يضعف موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وشدد على أن المساواة بين الشرعية والإنقلابيين وبين جهود التحالف وممارسات الميليشيات الحوثية هي ضد مستقبل المواطن اليمني فيما استنكر عسيري تجاهل التقرير الأممي لجهود التحالف في القضاء على تنظيم القاعدة باليمن وتحرير المدن وإعادة الحياة لها